هاخد في السريع كلمة من سيادة النائب طلعت باعتبار ان الحلقة خلصت وان كان الحوار مخلصش يعني هنقعد مع حضراتك ومع غير حضراتك ايضا من الافاضل على هذه المائدة يبقى في عندنا حوارنا الزغير كده مسألة الجوالات هل تم الحديث حول هذا الموضوع والنقطة دي مسألة جوالات في اجتماعاتكم كمجلس امانة للحوار يعني احنا ان شاء الله هنبقى في اجتماعاتكم يوم 19 وحنبدأ نحدد بقى فكرة الاولويات والمحاور واللجان والمقررين وطبعا فيه قضايا هتبقى قضايا لها اولوية يعنانها مثلا من نسبة حقيقة ذكرت الموضوع التشريع احنا عندنا كم من المواد الدستورية اللي لسه مطلطهاش قواني مكملة الدستور يعني زي المحليات المحليات دي مسألة فيه قانون المادة 180 اللي بداية باب المحليات واللجان المحلية احنا لابد ان احنا نفكر وبسرعة في قانون لللجان المحلية فيه قوانين كتير قوي محتاجة ان احنا نفعلها ونحولها من مواد الدستورية الى قوانين وتشريعات صح فيه قضايا كبيرة جدا شائكة والمجتمع لازم يعيش فيها زي قضية المياه قضية المناخ قضية السكانية كل دي هذه قضايا قضية الاقتصادية احنا فين هال الدعم النقدي العيني كلام ده كله لابد دي مساء دي كلها ستطرح وزاي ما حكا قلت وحق ان احنا القضايا احنا قدامنا حكا كتير لازم نتمه بي مجموعة حزمة من التشريعات او مقتلحات القوانين اللي تطلع من هذا الحوار المحترم مجموعة من القرارات التنفيذية برضو عايزين ندخل في نقطة غاية في الامية ان احنا عايزين في بعض القضايا تتحول من قضايا حكومية الى قضايا مجتمعية المجتمع يعيش فيها زي قضية السكانية لحد الوقت احنا ما عندناش الاساس الوطني قضية مجتمعية بالاساس اه ولكن لحد الوقت احنا مستنين حكومة تعمل ايه وتخلص ايه لا انا عايز المجتمع يحس ان احنا امان مسألة صعبة وكارثية بتهدد امن وسياسة الوطن امن وطن فلازم تعايش معها ايضا برضو الاحزاب السياسية يعني مع المية وستة حزب الموجودين هل هي ده تتأتيت هل هو ده النموذج الجيد لمستقبل مصر السياسي اعتقدش لازم اكيد دي مناشات تدور ما بين قيادات الاحزاب وبعضها فان اتفق الطرقة لا اكتر من حزب ليه ما يندمجوش يعني ودي ممكن اظنها تبقى مطروحة على مئدة الحوار وقصد زي ما بيحسى في العالم كله يعني عايز اقول فيه قضايا كثيرة جدا محتاجة احنا فعلا ما عندناش رفاهية الوقت هي مش مكلامة لا ده فيه كل مجموعة هتشتغل محددين جدا هتشتغل عشان الوقت بالتوازي صحيح يعني انا ماشا دي مجموعة انا اشتغل المجموعة الاجتماعية المجموعة الاقتصادية المجموعة السياسية ونطلع بمنتج وخاصة الناس الموجودين خبراء متخصصين وعندهم يعني خلفية جيدة اذا احنا في انتظار يوم تسعتاشر ان شاء الله تضينا كده اسبوعين اربعتاشر يوم باذن الله وتنعقد الجلسة التانية لمجلس امناء الحوار الوطني